جامعة السقطرة الدولية أو كما يسميها سكان الأرخبيل جامعة الإمارات التي تتبع أبو ظبي والواقع في مدينة حديب عاصمة المحافظة الجامعة التي فتحت بوابها بعد نزول فريق من وزارة التعليم العالي ضم وكيل الوزارة لشؤون الجامعات الأهلية والخاصة وعميد كلية التربية في سيئون ومدير الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي الغريب في الأمر أن الجامعة سجلت باسم أحد أعضاء اللجنة ويدعى فضل السعيد والذي يشغل منصب مدير الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي لأجل تسهيل تراخيص الجامعة لصالح الجانب الإماراتي من الوزارة هذه الجامعة وضعت شروطا خاصة للقبول بها بعيدة عن شروط القبول في الجامعات اليمنية بل ومخالفة لها منها منع ارتداء النقاب في الجامعة للطالبات والمدرسات على حد سوى اللجنة المكلفة من قبل الوزارة قامت بزيارة الجامعة الخاصة والأهلية في سقطرة ولم تكلف نفسها بأي زيارة فردية أو جماعية لكلية المجتمع الحكومية التي لم يعتمد حتى اليوم فتح نظام البكاليريوس فيها يضاف إلى تعطيل كلية المجتمع لصالح جامعة الإمارات أن نصف طاقم الكلية الحكومية من محاسبين وحراس ويداريين يعملون في جامعة سقطرة الدولية التي تتبع الإمارات بالإضافة لعملهم في كلية المجتمع وما من شك أن ساعات الدوام التي يقضونها في الجامعة الخاصة أكثر منها في الكلية الحكومية يتسأل أبناء سقطرة والمتابعون للشأن التعليمي هناك هل لوزير التعليم العالي علم بتسجيل ملكية الجامعة لصالح مدير شؤون القانونية في وزارته وإذا كان كذلك لماذا كلف ضمن اللجنة الوزارية لنزول إلى سقطرة وماذا يتوقع منه بشأن جامعته وما هو موقف الوزير من كل تلك الخروقات التي تصدر من قبل لجنة تمثل الوزارة وتخدم أجندات خارجية أسئلة ربما لن تجد إجابات واضحة لأن المسؤول عنها جزء من المشكلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر